الانتي دياباتيك دراجس which for whom؟ يعني practically عايزين نتكلم عن الانتي دياباتيك دراجس أنواعها إيه؟ مين ياخد إيه من هذه الأدوية؟ نحن عايزين نقول حالات حقيقية clinical real life scenarios وإزاي أقدر أعمل application للguidelines in our everyday practice ADE guidelines عشرين اتنين وعشرين بتقول باختصار شديد in first line therapy for type 2 diabetes is lifestyle intervention and metform ولكن المتفورمن لوحده عادة مش بيبقى كافي لزبط السكر فبتحتاج مع المتفورمن تدي one of the anti-diabetic drugs DBB4 inhibitors أو gliptins زي سيتا gliptin فيلدا gliptin and لينا gliptin ولا أدي SGL2 inhibitor glyfloosins زي MPA glyfloosin Dabaglyfloosin Cana glyfloosin ولا أفكر أدي sulfonyl ureis زي glybenclamides glyempyrides glyclazides واللي أدي ثيازون دين ديون غليتازون زي البايو غليتازون ولا أروح أفكر في حاجة injectable زي GLP-1 receptor agonist أو غلوتايد زي ليرا غلوتايد دولا غلوتايد أو سما غلوتايد واضح إن anti-diabetic drugs كتير طيب أنا هفكر أدي which class for which patient هو ده اللي عايزين نتكلم عليه في المحاضرة دي والمحاضرة التالية أو المحاضرات التالية لو هندي different case scenarios which you are going to face in your practice هاختر إيه؟ هاختر مين فيهم؟ غليبتن ولا غليفلوزن والأسيو ولا غليتازون ولا غلوتايد حسب المريض بتاعك في مريض حينسب أكثر ما يكون DBB-4 inhibitor مريض ثاني حيستفيد من SGL-2 inhibitor مريض ثالث هتقول لا أنا حدي سالفونايل يريد مريض رابع هينسبه البايوبليتزون مريض خامس هتقول لا المريض ده بتاع جيء اللي في واندرسيبتو أكوست حسب safety بتفكر في هل في serious side effect of the drug risk of hypoglycemia في الدواء اللي هتبديه وزن المريض هل المريض عنده cardiovascular disease ولا لا هل المريض عنده renal disease ولا لا and the cost of the drug هل العيان can afford the cost of the drug you're going to prescribe or not بحط كل characteristics دي مع بعض accordingly you would decide which drug for whom تعالوا نبدأ ناخد أمثلة النهاردة ونكمل أمثلة أخرى في محاضرات تالية خلوني أبدأ بالبشمهند السامح البشمهند السامح سنه 52 سنة type 2 ضعا بيتس من سنتين BMI 32 سمين مالوش مواعيد سابتة للأكل البشمهند السامح لا يدخن عنده controlled hypertension وجاي عامل stress test free echocardiography free يعني ما فيش evidence of cardiovascular disease باشا على متفور من 1000 ميلي جرام twice ديلي والبلوت جوليكوز بتاعه صايم 180 فاطر 230 تراكمي 7 وتسعة من عشرة يعني his سكر is not controlled لكن الكي في العين ده الكي فايندين في سامح اللي هتخليك تفكر في انهي كلاس هتدهاله هي دي رينال بوفايد اليوريناري اليوريناري ألبوم من كرياتين ريشيو تست لازم نعمله كل سنة لعين دياباتيك بروم زادي اوف دياجنوزز ان تاع 2 داعباتيس واذا كان اليوريناري ألبوم من كرياتين ريشيو أقل من 30 يبقى نورمال أكتر من 30 يبقى أنا عندي have the evidence of chronic kidney disease فالباش مهندس سامح جايلي بقلبه من كرياتين ريشيو 272 يعني عنده chronic kidney disease وماشي على ميتفورمن مولوتيرابي أدي له ايه مع الميتفورمن نروح للجايدلاينز ايه دي ايه عشرين اتنين وعشرين الاستاذ سامح ما كانوا في هذا المربع نكبر المربع ده العيان اللي عنده chronic kidney disease first line you would think of should be SGLT2 inhibitor يعني gilifluosine ولو gilifluosine is not tolerated ولو gilifluosine is contraindicated يبقى GLP-1 receptor agonist ثاني في العيان اللي عنده type 2 diabetes وجايلك chronic kidney disease يعني البوم يوريان يعني يوريناري البوم كرياتين ريشو اكتر من 30 لا تفكر ولا تحتار العيان ده you should prescribe SGLT2 inhibitor gilifluosine and if not indicated or not tolerable one should prescribe GLP-1 receptor agonist يعني gluotide independent A1c يعني independent A1c يعني حتى لو سكره مضبوط حدي SGLT2 inhibitor ليه باش مهندس سامح الإجابة of ليه لأن SGLT2 inhibitor ليها bleiotropic effects independent of blood glucose lowering بتبروتكت الكيدني يطول الشرح لكن خلوني أشاور على تلغرافية SGLT2 inhibitor ستقلل الوزن ودارينو بروتكتف لها anti-inflammatory effect ودارينو بروتكتف لها يوريكوزورك effect ودارينو بروتكتف بتقلل blood pressure ودارينو بروتكتف وبتقلل الإنترا كلوماريولر pressure ودارينو بروتكتف وبالتالي SGLT2 inhibitors do protect the kidney and one should consider لأي عيان عنده type 2 diabetes with chronic kidney disease even if the A1C is well controlled طيب الكلام دوت يعني نظريا مقنع لكن هل عندك evidence يقنعني كclinician ان كلام دوت حقيقي حقيقي let's move to the evidence we have several trials كبتلكم مثال واحد study اسمها دافا CKD يعني عيانين عندهم البومينوريا عندهم chronic kidney disease with or without diabetes randomized إلى دافا جليفلوزين one of the SGLT2 inhibitors versus placebo فالأب حوالي سنتين ونص وهذا ما حدث البروجرشن of chronic kidney disease كان أقل 39% مع دافا جليفلوزين and all cause mortality كان 31% أقل مع SGLT2 inhibitors وعليه FDA approved دافا جليفلوزين for chronic kidney disease whether the patient is diabetic or not يعني العياني عنده chronic kidney disease should receive SGLT inhibitor وعليه بالنسبة للبشمهندس سامح وكل سامح I am type 2 وعنده evidence of chronic kidney disease يعني urinary albumin creatinine ratio أكثر من 30 أو EGFR أقل من 60 أو كلاهما معا one one should think of SGLT inhibitor irrespective of the patient's A1C أدي أول حكاية حكاية البشمهندس السابح نروح لتاني حكاية حكاية الأستاذ عصام المدرس سنه 56 سنة عنده type 2 diabetes من سبع سنين عصام سمين عصام هافي سموكر ماشي على 100 ثور من 2000 ميلي جرام برداد عنده hyper tension لكن well controls عصام ما عندهش evidence of chronic kidney disease لأن GFR 98 والألب من creatinine ratio أقل من 30 فاندس فري ما عندهش رتينوباثي ولكن عصام جاي ب recent history of myocardial infarction جات له جلطة في القلب وعمل PCI وinserted 2 stands والأيكو بيقول عندي lifted ventricular hypertrophy لكن الايجيكشن فريكشن حلو وبنحلال فوق الخمسين and his blood glucose is not controlled تاني الأستاذ عصام عنده type 2 diabetes hypertensive heavy smoker وعنده coronary artery disease وجايله recent myocardial infarction وسكره مش مضبوط what to add للميت فورمين what to add للميت فورمين بالنسبة لعصام نروح لي الADE guidelines ما كانوا فين الأستاذ عصام في الADE guidelines في هذا المربع نكبر المربع المريض اللي عنده atherosclerotic cardiovascular disease أو indicators of high risk يعني عين عنده multiple risk factors of cardiovascular disease يعني hypertensive dislepidemic smoker obese هذا المريض يجب يجب يم GLP-1 receptor agonist يعني glotides يم SGL-2 inhibitor يعني glifluosin يعني هفكر هنا يقم قدي حاجة زي liraglutide dulaglutide semaglutide أو قدي SGL-2 inhibitor حاجة زي infaglifluosin أو defaglifluosin حتى لو A1c will control independent of A1c ايه ده؟ تاني عصام ده لو جايلي وسكره مظبوط هتفكر تدي GLP-1 receptor agonist أو SGL-2 inhibitor على البلاد يعني cardioprotective effect independent of glycemic control again إحنا clinicians والافتراضات النظرية أحيانا لا تقنعنا ولا تستهوين Well Cardiovascular Outcome Trials اللي تعملت على الجيل Beyond Receptor Agonist زي leader زي sustain زي ruined وغيرها قالت أن GLP-1 receptor agonist زي liraglutide زي الدولaglutide زي semaglutide لها cardiovascular protective effect طيب فيه clinical evidence ولا هي افتراضات شعر من الجارة المغم الكتب الثق 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 هل في إفيدنس إن لها كارديو بروتكتيب إفكت؟ آه وأينما ذكر الإفيدنس of SGL2 inhibitors in the protection of cardiovascular system تذكر إمباريج ستادي إمباريج ستادي عينين عندهم type 2 diabetes وعندهم كارديو باسكولر ديزيز راندوميز إلى إمباجي لفلوزين بيرساس بلاسيبو اسفولو أب حوالي ثلاث سنين الميجور أدفيرس كارديو باسكولر إيفنتس سيجنيفيكنتلي الكارديو باسكولر داث تمانية وثلاثين في المية الهوسبيتاليزيشن فور غارب فيلير خمسة وثلاثين في المية قال للأول كوز مرتالي تنين وثلاثين في المية وتلاها ستادز أخرى تؤكد أن الكارديو باسكولر التروتكشن is a class effect of SGL2 inhibitor وعليها في الجايدلاينز العيان اللي عنده أتروسكولرطي كارديو باسكولر disease or indicators of high cardiovascular risk should receive either GLP-1 receptor agonist or SGL2 inhibitor ولو واحدة منهم is not enough to reach good glycemic control one should consider adding the other one وعليه بالنسبة للأستاذ عصام وكل عصام عيان عنده type 2 diabetes وجيلك بأتروسكيلرطيك كارديو باسكولر disease please think of adding either GLP-1 receptor agonist or SGL2 inhibitor glutide or glifluosib ودي كانت الحكاية الثانية آخر حكاية النهاردة حكاية الحاجة سميحة الحاجة سميحة عندها 62 سنة type 2 diabetes من 8 سنين BMI 33 obese hypertensive لكن well controlled وكيالك بكارديولوجي ريكورت ان عندها stable heart failure والإيجيكشن فراكشن في الايكو 36% يعني reduced ejection فراكشن مقل من 50 يعني فيه reduced ejection فراكشن بتاخد سيتا جلابتين 100 ميلي جرام في اليوم وميت فورمين 1000 ميلي جرام twice daily ما عندهاش chronic kidney disease GFR اكتر من 60 القلب من كريات المريشو اقل من 30 ما عندهاش retinopathy لكن السكر بتاعها is not controlled ثاني الحالة بتاعتنا الحاجة سميحة عندها type 2 diabetes وجيالك بheart failure ستجد هنا اي دي اي مكان الحاجة سميحة في هذا المربع العيان اللي عنده type 2 diabetes وجايلك بheart failure هتلاقي هنا في option واحد اللي هو SGL2 inhibitor يبقى العيان لدياباتك اللي جايلك بheart failure ما تحترش لازم ياخد SGL2 inhibitor independent of A1C حتى لو A1C will control ليه زي ما قلنا من شوية ان SGL2 inhibitor لها reno protected effect هنقول هنا ان لها cardiovascular benefits يطول الشرح ولكن SGLT2 inhibitor بتأفقت classic cardiovascular risk factors لها favorable effect على blood pressure وعى الweights وعى اليوريك أسد وعى الالبيوم بتأفقت الهيمو دايناميكس وقد يكون أهم ما يكون انها بتعمل natrioresis بتحسن الـ endocelial dysfunction لها endocrine effects بتحسن الـ beta cell function وبتقلل insulin resistance وsympathetic tooth lastly but not at least لها direct effect على المايوكارديا ونسمع هنا عن anti-oxidant effect وanti-inflammatory effect جميل جميل نظريا الحاجات دي بتحسن cardiovascular profile طب عندنا clinical evidence مثال dapha heart failure يعني عينين عندهم heart failure with reduced ejection fraction whether diabetic or not randomized إلى dapha geliflozin versus placebo with follow up حوالي 24 شهر وما حدث وما حدث ان الـ worsening of heart failure كان 30% أقل مع dapha geliflozin وان الكارديوفاسكولر death كان significantly less مع dapha geliflozin وعليه الـ FDA approved dapha geliflozin للعيان الضياباتيك اللي عنده heart failure with reduced ejection fraction سواء العين دياباتيك أو لا كل مريض heart failure with reduced ejection fraction should receive SGL2 inhibitor whether diabetic or not سواء العين سواء العين سواء العين سواء العين سواء العين تشبه الـ FDA heart failure لكن هنا impact لفلوزن الثانية دافا جليفلوزن وكانت النتائج فيها بوضوح cardiovascular benefits وعليه الـ FDA approved dapha geliflozin for heart failure with reduced ejection fraction again whether the patient is diabetic or not بالتالي guide lines بتقول لو عينك عنده heart failure ولا تحتار لازم تدي SGL T2 inhibitor سواء العين السكر بتاعه controlled أو لا for cardiovascular benefits وبالتالي الحاجة سميحة وكل حاجة سميحة عين type 2 diabetes جاي لحضرتك بheart failure أرجوك think of SGL T2 inhibitor اسمحولي ألخص اللي قلنا النهاردة في ثلاث كلمات قادي ADA 2022 lifestyle and midformin should be first line in the management of type 2 diabetes لو عين عنده atherosclerotic cardiovascular disease or multiple risk factors حتدي MGLP1 receptor agonist M-SGLT2 inhibitor يعني glutide or gliflozin لو عينك عنده heart failure حتدي gliflozin لو عينك عنده chronic kidney disease حتدي gliflozin ولو ولو مكانش tolerable او كان contra indicated حتدي GLP1 receptor agonist ده اللي قلنا النهاردة النص ده من ال guidelines في الجزء ده يعني عيان عنده type 2 diabetes وما عنده لأ atherosclerotic cardiovascular disease ولا heart failure ولا chronic kidney disease اختار انهي anti-diabetic drug ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله المرة الجاية الى ان نلتقي ان شاء الله في المحاضرة جاية لكم مني تحياتي واشوفكم دايما بكل خير يا رب تحياتي